الحصول عليها صعب المنال بالنسبة لأكثر سكان هكذا تحدث برنامج لغضية العالمي عن السلع الأساسية التي ترتفع أسعارها إلى الحد الذي يضطر فيه اليمنيون لتقليص عدد وجباتهم بهدف الحفاظ على ما لديهم من المخزون الضئيل لأطول فترة ممكنة وفق بيان صحفي للبرنامج فهناك وفق بيان لغضية العالمي ما يزيد عن أحد عشر مليون يمني يكافحون بشكل يومي للحصول على ما يكفيهم من الغذاء خصوصا في المناطق التي تشهد مواجهات عنيفة مثل الحديدة وصعدة والبيضاء وحجة والظالع الصراع المتواصل منذ خمس سنوات أثر على الاقتصاد الوطني وهو ما عاد سلبا على المستوى المعيشي وهدد الأمن الغذائي لدرجة لا تكفي معه المساعدات الغذائية والتحويلات النقدية التي توفرها المنظمات الدولية لسد الاحتياج فالبرنامج العالمي للأغضية ساهمت مساعداته بحسب بياناته بإنقاذ العديد من الأطفال والنساء من الانزلاق نحو المجاعة إلا أنهم لا يزالون عرضة للخطر يتلقى 12 مليون يمني مساعدات غذائية بشكل شهري ويواجه قرابة 240 ألف شخص أوضاع أقرب إلى المجاعة في تدهور غير مسبوق للأمن الغذائي وقد ساهم نظام البصمة الدولي على توفير ضمان رقمي مهم لوصول المساعدات الغذائية إلى مستحقيها التقارير الأممية مستمرة في الحديث عن خطورة الصراع على المساعدات الإنسانية لكن الأمم المتحدة التي تصدر منها تلك التقارير لم تنجح في إرساء سلام مستدام وآمن برعت ولا تزال مشاورات عبثية تشرعن لحكم الميليشيات على حساب بناء الدولة